السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ أحمد العبدالله مدرس مادة الأدبيات لصف السادس في الدرس السابق خلصنا الثامة الأولى ونبدأ الثامة الثانية يعني الوحدة الثانية الوحدة الثانية ملي مجادلة في أتاترك أتاترك والنضال الوطني مجادلة يعني النضال ملي بمعنى الوطني النصلا والبانوان ترك عسكرين جزارة شجاعد العسكر الترك محمدشيه قرشيه صفحة باحتية ويقفل وشانترق عمد عامة ثم عامة ماهواني ولد جيزي ولد كيزي نمن انى انتظار محمدشيك محمدشيك مهمدشيك محمدشيك محمدشيك كله ساوش مباحتهر باحتهر باحتهر ممعنى شرف أو سعاد باحتهر و أمضى بغتيار التنس و لأنني عدت من المصارف و أسعدت و أفرحت كثيرا و أعطيت بغتيار التنس محاربة و كما أنه يتصبح و هو الفخر أو الشخص يتصبح في المحاربة ضد العساكر الثراث و لا يتصبح وفي حرب شنككالي تيمن ملازم وفي حرب يابان كان ملازم وفي حرب شنككالي وفي حرب أستراليا وفي حرب أستراليا أستراليا واللوارجي منها جيدة تطور شراط تطور شراط أو تطور شراط أستراليا الذين الذين الصيديين الذين تتخولت ولود ثار نحن بالتخول أرى أن أتعرفكم في الجليبول أنا أتعرف بالتعرف على أطرق التالي و أنا تتعرف بالتعرف بسرعة حرب التالي الانتباعات البقية كانت النافضة على تحقيق ميزة تشغيل هذه الأشياء تشغيل الخصم وطرفنا مرشة بكرم سردت الحرب تشغيل 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 انتباع انتباع تشغيل أين تشغيل تشغيل حتى الآن أنا حاسس بهذه الانتباعات في قلبي بحرارة أربوني كنا بجبهة اسم أربوني سبارة السبارة سبارة سبارة تشغيل سبارة 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 وثارة سبارة محطة سبارة 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 السبارة وقفت أصوات الأسلحة الطرفين يغيرون سباة الأسلحة الأطراف يسحبون إلى خنادقهم يرى الأطراف ويقولون يغيرون ميداناً العساكر المجروحة العساكر المجروحة وعالم الجنود الماتت لسيتهم بميدان المعركة نفس الطرفين فريات 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 ياردمين ساعدوني ياردمين ساعدوني في هذا الشكل كان يصرخ ياردمين سيبار كان يصرخ من خلال الخنادق ياردمين يصرخ ياردمين يصرخ تدريبين ساعدوني يصرخ لأن الاحتلال يصرخ لكن يصرخ لأنه لا يوجد أن يأخذ العسكر لأنه خائفين قلت أن يستمرون لا أريد أن أموت فإن أنه يزبغت أن يزبغت أن يزبغت أن يزبغت فإنه يزبغت أن يزبغت نعم ما هي الإفادة من هذا الشغل؟ موانا فإنه يحصل بأن أعداء يجب إذا توفر غائية يجب أن أخذ الجسم فإنه يزبغت أن يصنع لا أعطى لكن يصبح كذباً كانت قطعاً كذبًا سأسر كانت قطعاً كان يصبح كذباً هذا يصبح كذباً سيبر الأرض هذا يصبح كذباً في الوقت في الوقت في الوقت في الوقت في الوقت في الوقت هناك على الوقت يعني براس السلاح تقلمش بياز مندل علاقوا مندل مندل بياز يعني شيء أبيض يقاريه قادرارك صلانده رفعوا لفو وبلشوا الوحو فيه هر طرف سسيزده قم المشته الطرفين يعني سكته هاركي طرفين أسكار تسيزده دورو التمش طبعا انه بترفع الشيء شغلة خرقة أو شغلة مندل أبيض وتلوح فيه معناتها هاي علامة انه انت استسلمت او عم تعمل هدني لكي يوقف الحرب بيناتهم وكل واحد يأخذ الجرحة ويأخذ الموت طبعا السيبال مندل مندل ضخم من الخندق مندل 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 مندلا مندل طويل أن يفعلهات الشركة يرغب بالأمن والواثق من نفسه ي lama يرغب بالأمر البياني مما كانت تهزين على البياني المرحلة áreas الأمثلات اشتركوا في القناة 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 من الطرفين بدأوا يصفقوا ويصفروا لهذه الشجاعة ملخص الحكاية في وقت حرب تشاناكالي هي حرب كثير عظيمة كانت كبيرة كثير هذه الحرب كانت في الحرب بين التراك والأورتراليين فمن شدة الحرب يتحاربوا في الليل وفي آخر الليل فكل واحد سنسحب إلى خندق وعندما سنسحب إلى خندق فقط يتحاربوا في أرض المعركة الموتى من كل الطرفين والجرحة لكي يأخذوا الجرحة ويأخذوا الموتى من أرض المعركة فمن الجنود واحد اقترحوا من الطرفين اقترحوا انه يعملوا هدنة فرفعوا برأس البندقية حطوا منديل أبيض فهي الإشارة بتعني انه الاستسلام أو الهدنة منجرد من رفعناها فمن الطرفين يحسن بيروحوا عن بعض حتى ويجيبوا جرحاهم رغم ذلك في بعضهم ما تحركوا وبأرض المعركة كان فيه ملازم أو نقيب أسترالي كمان جريح ما حدا كان عم يأخذوا من أرض المعركة فراح واحد ضخم تركي عسكري تركي ضخم كان وشجاع كثير أخذوا شالوا بأكابرية وراح أعطاه للعساكر الأستراليين فالكل اندهش من شجاعة هذا العسكري الآن من الحل أسألت هذا الناس سؤال الأول متندن لن أعشى دك كلمة المعركة معنى الأنمارات من خلال الأنمارات هؤلاء المعركة أي الأنمار المعركة الكلمة الأولى نشان الكلمة الأولى نشان يعني هدف إذا أقول لك نشان يعني أنه أنت ورافع سلاحك يعني عين بمعنى عين هدفك فمعنى بالتركي هدفه لكي تضرب الهدف سلاحة اوك وصائرة يعني الوك أو الإشارة أو غير شي اوك أو غير شيء يعني أنه تعيين هدفك تعيين باتجاه هدفك محمدشك ماهو المحمدشك ترك أسكرين سعبك ديگسي لها هذا اسم العساكر الاتراك رتبة رتبة سباي سباي وصائر 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 موكي رتبة موكي بوله باتجار سعيد شراف سعيد انتباء إزلنم يعني انتباء سباي سباي وصائر سباي انتباء السيحر وصائر اوكي انتباء انتباء سيحر انتباء لكي يصابه بشكل مريح كظلمش أستوأشك الطرف الفؤاني أستوأشك مفتوح هندك فريات فريات هعانك قرارة السيطة فريات وشكل مستقبل محق فريات نازك نازك انه باشقالرنا كارشي للاشخاص الاخرين سيغل دورانان يعني انه تتعامل باحترام للاشخاص الاخرين او مع الاشخاص الاخرين هايرت بكلمدك يعني من دون مع مستنة غريب برشي سبب او شاشقنك يعني هو الدهش من شي غريب شاشر ما اندهش يعني هايرت يعني حيرة بمعنى اعزائي الطلاب الى هون بكون خلاص درسنا لليوم درس الجاي بنا نكمل حلقة هذا النص فنلقاكم في درس القادم مع السلامة